مرحبا بكم مع امولا ما خيرش مكعبات هيكا ملسوقة في ميزون انضافة وسهلة كيف 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 تخوش منها برشا وقت خذتوني سلادي متاعي خذتوني 150 جرام فارينة وباش ناخو 50 جرام سميد ارتب يعني بين الفارينة والسميد ميتين جرام باش نحط هوني رشا ملح نعود نقورة وسميد ارتب نحطو كرشا ملح نخلط المكونات متاعي يعني الانواشف هيكا وحدهم وباش ناخو ماء دافي قد السميد والفارينة باش ناخو ماء يعني ميتين ميلي لتر امي مش نحط هكا الماء بتاعي يكون الحقيقة دافي له بيرد له اسخون يعني ماء دافي نخلط بالباهي لمكونات متاعي يجمع متن سيوش لايك وبختاش طريقة امي ربي فضل هيلي متاع تحضير البريك شاركتها معاكم اكثر المرة ومحبيت اليوم مشتي تحقيقة نعمل كايبات البريك ملقيتش قولت يالله بروحكوا ابا في سافي سادة نحضرهم في الدار وتنجمو تعملوهم ملحين ولا حلوية نخلطهم هيكا بالبيت نجمو تعملو بالغوبو لكن انا كمية صغيرة نضيفهم غرفة صغيرة زيت ونكمل نخلط وبتبعة الحال هوني نزبنا ناخذوا حاجة متلا ساقش ونبدي ونخدمو الكعبات متاع البريك متاعنا هوني بالبنسون بتاعي هيكا في سافي سا ما خليش هيكا يعني الفراغ ولا حاجة وبتبعة حتيت الكروينا هيكا بالماء يسخن ونقعد هيكا نحضر الكعبات متاعي ونستنى كل كعبة حتى ليم تتهز وحدها يعني بصراحة في سافي سا تجمو تحضروا كعبات البريك تعملوهم حلوين ولا ملحين حاجة في ميزون نضيفة وبننا زيدة كيف كيف والكمية ما شاء الله نكمل الكعبات متاعي كل بنفس الطريقة يعني بنفس الطريقة كيما قلت لكم يعني معنها ما شاء الله الكمية خير وبركة وأكيد كيما نلقاوش حاجة نجمو نعملو هيكا في سافي سافي سا في الدار سهلة وبننا زيدة كيف كيف وتنجمو تحضروا يعني السويبة ولا تعملوهم كعبات كاملين كيف ما تحبوا انتوما هذه هي الطريقة يا ربي فضل هيلي حبينا نبرتاجها معاكم نعرش تقديش من مرة برتاجيت لحقيقة وهوكا انتوما زيدة كيف كيف تنجمو تستفيدو سيخطو للناس اللي ما شافوش الفيديوهات يعني متاعي متاعي متاع الوريق متاع البريك ولا المنسوقة الا القدم متنجمو تستفيدو هيكا من الغوصات اللي حبيت انا نصورها ونبرتاجها معاكم اكثر من مرة لحقيقة كعبات ما شاء الله بين كعبة والكعبة كل ما كعبة نخرجوها سخونة ندهنوها هيكا بلا بشوية الزيت وننخليوهم بعد تنجمو صحة وبشفية اذا يبديك في الميزون بيأمولا بسلامة